موسيقى محمد بيه وصعيد بهذه اللقاء الجميل نسعر بك أكثر في البداية حابب أسألك إيه هي التنمية الشاملة طيب محمد بيه أنا بشكرك لهذه الاستضافة وأنك أنت دايما بتحرص على المواضيع المميزة والمختلفة وإضافة إتاحة الفرصة لوجوه جديدة لعرض قضايا مهمة جدا لوضعها على مائدة صانع القرار عشان يقدر يحدد وده أنا شايف أن الدولة المصرية بتزعف هذا الاتجاه بشكل غير عادي من خلال السوشيال ميديا ومن خلال القنوات المحترمة اللي بنبقى موجودين فيها خلينا نتكلم الأول على التنمية الشاملة لازم نبقى عارفين أنها الدولة عشان دايما إحنا بنسمع مصطلح التنمية الشاملة بنلاقي المواطن التنمية الشاملة طب تعاملت لإيه التنمية الشاملة إيه العائدة على المواطن من ذلك بالضبط بالضبط فنتكلم التنمية الشاملة إن أنا صانع القرار بيشوف المواطن الموجودة سواء كانت ضعف أو قوة في الدولة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية اللي من خلالها بتقدر أنها تساهم بتحقيق مجتمع متميز بتساهم أنها تطور المجتمع إلى الأفضل إلى الأحسن يعني بتشوف المشاكل الموجودة يعني مشاكل مثلا موجودة في التقليم مشاكل فيه محول أمية مشاكل فيه بطالة فرص العمل زي إحنا شايفين البلد دلوقتي يعني بتنيننا نقول بتقفز بسرعة الساروخ لو إحنا شايفين المشروعات اللي بتتم في الدولة المصرية من أقصاها إلى أقصاها شايفين في كل مكان تنمية غير عادية في البنية التحتية شايفين مشروعات الطرق بتحقق عايزة أقول لك محمد بيه يعني أنت شوف شكل مصر عامل إزاي دلوقتي طب نضع نقول يعني من خلال هذه التنمية الشاملة هل مصر يعني ستكون في عشرين تلاتين أو عشرين خمسة وعشرين اكتفاة ذاتي؟ يعني نقدر أن تكون اكتفاة ذاتي ولا على الأقل في الصناعة أو الزراعة؟ بص بالتأكيد يعني هو طالما أنت عندك شبكة طرق ومحاور دي حاجة رئيسية حاجة مهمة جدا دي بتخدم على المشروعات الصناعية والاستثمارية في كل المجالات انت شوف دلوقتي مصر من أقصى إلى أقصى شبكة طرق عاملة إزاي؟ من غير طريق جيد ومؤهل أنا مش هادر أن أعمل أي تنمية بشكل محترم وشكل جيد فدي طبعا بالتأكيد أنها بتخدم على شبكة الطرق بتخدم على المصانع اللي موجودة بتخدم على الاستثمارات اللي بتبقى جاية من بره نتوقع إن شاء الله بإذن الله وده خطة الدولة في عشرين تلاتين تحقيق تنمية الشاملة بمفهومها الواسع باتصال أنها توصل للفرد بس المهمة هنا وأنا شايف بدوري كراجل في الميديا وفي الإعلام إن المواطن لازم يكون مجهز نفسه مستعد يا محمد بيل لهذا التغير الموجود في المجتمع زي ما احنا شوفنا سيد رئيس بس المواطن هنا عايز يحس إن في عائد يعني المواطن إمتى يستعد لما يلاقي في حافز يرفعه لذلك طب أنا أقول لك حاجة بسيطة يا محمد بيل المواطن عايز يحس عشان يقف على الدولة لكن مثلا المواطن هاجي يقول لك أنا والله مش شايف حاجة لإني ما عادش عليها حاجة لإني كل شخص عايز اللي يعود عليه طيب هقول لحاجة حاجة يعني هيا لو قلنا لحظات الهد دي بتبقى سهلة جدا لحظات البناء بتبقى صعبة ويقابلها تحديات لو حضرتك فكرت عندك تبني بيت أو شايتك هتوضبها بتبص الشكل إزاي اللي هتبدأ منه ده محتاج منك وقت وجهد وتحديات وتبقى دارس انت بتعمل إيه لازم تبقى انت باسس المستقبل اللي جاي لازم آه هتاخد منه ونصيب أولادك هيشوفه مستقبل واعد ومستقبل كبير بس لازم انت تبقى يعني تبقى واخد بالك اللي جاي في البلد واخد بالك كويس جدا الفرص اللي هتبقى موجودة والاستثمارات الموجودة في البلد فلازم لازم نتمهل وننتظر احنا لو شفنا فترة اللي كانت فيها البلد في الحرب الاستنزاف البلد كانت تمر بتحدي وتحديات كبيرة فده كان بتطلب ان المواطن يبقى عارف دوره وده بيقع وعارف ايه اللي حصل في البلد ويه اللي هيحصل في البلد من نيدا نقول انتصارات اللي جاءت في 73 مقابلها تحديات فلازم المواطن يبقى يكون وعدها وده دور الاعلام ده دورك يا محمد بيت ان حضرت تبقى توصل للناس المفهوم الصحيح اللي بيحصل في البلد والنقل النوعية اللي هتحصل في البلد لازم لا هو يكون هو مستعد ولازم يكون عندنا صبر شوية على متخذ القرار والحكومة الرشيدة اللي موجودة ان نديها الفرصة كاملة انها بتبني بمفهوم احنا ما فيش وقت ما فيش فيش جغلة محمد بيت فاحنا لازم نكون احنا مؤهلين ومستعدين لده ونكون احنا كمواطنين مؤمنين به ومؤمنين بالمستقبل اللي جاي احنا بنعدي بنلاقي طرب بنلاقي حاجات بتنشأ جديدة بنلاقي شوف مدينة البسطات ايه اللي حصل فيها شوف اماكن مختلفة جديدة ازاي انها بتتغير المتحف الكبير اتنقل غير عادية على بعض مسافة مش كبيرة بننا وبننا 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 تم تأثير واثر التنمية الشاملة في كافة المجالات على حياة المواطن يعني ايه تأثيرها هتأثر طبعا بالتأثير على حياة المواطن ان هيبقى فيه فرص عمل هيبقى فيه زيادة للدخل في الفترة اللي جاية بس زي ما قلت الحاكمي وكب ده ان انا ابتدي اهل نفسي للتغير اللي حاصل في البلد ابتدي انا باشتغل موظف في مكان معين ابتدي ان ادخل انا بدخل من مصر كلها بتدخل شوف معدلات الموجودة على السوشيال ميديا عاملة ازاي الناس بتتعامل مع السوشيال ميديا لازاي طيب انا زي ما بتتعامل السوشيال ميديا يعني عالم وفضاء متسع قادر اخد منه المعلومات اللي اقدر اطور بيها لحضرتك الدرجة الموزيع اكيد بتشتغل على نفسك بتحاول انها تطور من نفسك ده مهم يا محمد بياني رسالتي بالضبط رسالتي لكل مواطن النهاردة انه هو لازم يستعد هذا الحدث الكبير اللي بيحصل في البلد لازم يبتدي ان هو يطور من نفسه لازم ان هو يغير من نفسه انا موجود دلوقتي البلد رايحة النقلة تكنولوجية غير عادية فانا لازم ان التكنولوجيا هتدخل كل دووين العمل الحكومي فلازم لا انا مش اقعد اروح جهة حكومية وهو دلوقتي بتعامل بالكمبيوتر او بتعامل بالسيستم التكنولوجي لازم اكون لا انا اواخد بالي ان انا بتعامل ازاي احس من قدراتي اكي اثقف من نفس بالضبط اطور من ده المهم محمد بي دلوقتي وده مسؤولية الاعلام ان لا القادة والموجودين في البلد بيغيروا وعندهم القدرة والمقدرة انهم يغيروا وينقلوها شكل ان مصر ديتو بقى دي الدنيا فعلا وهتتغير بس احنا بقى دورنا واللازم ناخده التحدي اللي ناخده الشخصي ان احنا كل واحد يطور انت عايز تشوف ابنك احسن منك طب مفترضا ما تساعدتك يبالج انتمال البلدك وانتمال الوطن وتطور نفسك بحاجة تساعد وتصقف نفسك بالضبط وتبتيت تشغل على نفسك كلمنا عن الوحات البحرية والتطورات الاخيرة اللي حصلت فيها بص انا الوحات البحرية يعني انا اكتشفتها من خلال جولاتي في الانتخابات الاخيرة انا عايز اقولك يعني هي مدينة او مكان غاية في الروعة انا شايف انها مستقبل مصر في الوحات البحرية انا عايز اقولك ان الوحات البحرية يعني تعتبر يعني تاسع واحة موجودة في مصر فيها مقاومات وصروة مثل بالضبط متفردة صروة غير محدودة مثل هتلاقي في الزراعة هتلاقي في المجالات المختلفة في الصناعة هتلاقي فيها مجالات في السياحة هتلاقي حاجات مختلفة موجودة في الوحات البحرية متميزة بغنى غير عادي الوحات البحرية هتلاقي التمور الحاجات دي كلها جاية لك من الوحات البحرية سلاسة جبال موجودة في الوحات البحرية سياحة علاجية غير محدودة موجودة في الوحاية البحرية أنا أتمنى أن القيادة السياسية وأن الدولة المصرية تبتدي أنها تشتغل على مستقبل مصر يعني أنت أعرف أنها ساعتها كنية سلة الغذاء كانت في الوحاية البحرية في العصر الفرقوني والعصر الرومين كانت موجودة هناك خيرات غير محدودة بس همها محتاجين أنها كل البحرية أنت أعرف أكيد طبعا موضوع تقنين الأراضي محتاج أن الدولة تشتغل عليه بشكل معين استثمارات برضو موجودة في بعض المؤسسات شغالة هناك فأتمنى أن الدولة تبتدي أنها تحط في اعتبارها هذه المساحة الكبيرة في الوحاية البحرية حوالي 2000 متر مربع موجودة وهي الوحاية دي مركزها بيبقى البويتي هل يمكن الاستثمار في الوحاية؟ يعني مثلا نجيب رجال أعمال أو الدولة نفسها تكون مشرعات هناك استثمار؟ هو حقيقي ده بيحصل بس إحنا عايزين الدولة تدخل بقوة هناك يعني بيحصل بمعنى يعني بيحصل الناس بتروح على أراضي يعني غير مقننة وتبتدي تاخدها بوضع اليد بوضع اليد آه يعني بوضع اليد أو تاخدها من ناس معينة ويبتدي أن هو يعمل فيها استثمار فالدولة لو دخلت بشكل قوي هتبتدي نحط الفلسفة وتحط الآليات بتاعتها الموجودة في المكان أنا قدر أقلق مجتمع معنا صور عاية نوضحها للمشاهدين بالوحاية وجمالها وازدهرها أنت عندك الوحا البيضاء والوحا السوداء والصحراء البيضاء هناك في رحلات السفاري موجودة جدا منطقة غنية بتنوع بيولوجي غير عادي غير عادي هي قريبة من القاهرة حوالت 60 كيلو يعني قارب من سوى يعني نقدر أن إحنا يعني لو إحنا فكرنا في الجانب السياحي لها والجانب الاقتصادي هنطلع منها خيرات غير محدودة يعني هنطلع منها عايز أقول لك كنوز موجودة في الوحاية البحرية بس هنبدأ إزاي ده دور الراجل السياسي أن يبتدي يشتغل على هذه المنطقة الوعدة يبتدي يرفع للمسؤولين يبتدي الناس حتى نفسها تبتدي تشتغل مش فكرة مشكلات فكرة لا يبقى فيه مبادرات واعدة وأتمنى من المنبرك هذا المحترم أن يتم مراعاة جانب أن الوحاية البحرية رابورت 36 سنتين ومن أكتوبر وضمن دائرة أكتوبر تخيل يا محمد بي يعني ضمن الدائرة تخيل أن دي لو أصبحت محافظة بهذا الحجم تخيل أن الوحاية البحرية أنها قصد صدر لها القرار وأتمنى أن يكون فيه مبادرة خلال المبادرة طبعا أن الوحاية البحرية تبقى محافظة بإذن الله تخيل لو يبقى فيه محافظة فيبقى فيه محافظة يبقى فيه محافظة يبقى فيه محليات طبعا هيعرف طبعا المشكلات الموجودة طبعا 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 هتبقى حضرك يعني يعني مستقبل غير عادي موجود في الوحاية البحرية طب كيف أنا حقق المعالة الصعبة من حيث توفر الموارد الطبيعية وجذب الاستثمار في الوحاية يعني زي نحاية المعالة الصعبة بين الموارد الطبيعية وأن احنا نجذب فرص استثمار في الوحاية البحرية أنا قلت الحالك أن الريدي موجود عن طريق مؤسسات وبعض يعني بعض الشركات بتدخل هناك بس ده محتاج دور الدولة يبقى موجود بقوة إن عشان نقدر نخلق يبقى موجود عندي بشكل خريطة متكاملة استثمارية بشكل متكامل وابتدي إن أنا زي هاية المجتمعات المواردنية محمد بي لما بتشتغل على القصة دي وتبتدي إنها تقول عندي أراضي متميزة عندي أراضي استثمار عندي عندي لأ نقدر إن احنا كنز ده نشتغل عليه ونرفع العالم كله ممكن تجي الاستثمارات من برا مصر واشتغل عليه بس يبقى في إطار الدولة يعني هو القصة كلها في تقنين وضع الأراضي في الوحاية البحرية فلو إحنا ابترينا إن احنا نتقنن أو الدولة إنها هتدخل تعالج المشاكل اللي هناك اللي موجودة في الوحاية البحرية الأمور هتختلف هناك جدا بشكل غير عادي هتبقى عندي فرص استثمارية وعدة عندي مقاومات وعدة مش موجودة في أي مكان تاني مختلف برضو الدولة شغالة على الطرق لو لقينا ازدواج الطريق موجود في الوحاية البحرية شغالين عليه دلوقتي بس هي محتاج ده ده الشمولية في التخطيط بحيث إن يبقى فيه القرار أنا بكرر تاني برضو تاني إن يبقى محافظة الوحاية البحرية لو أصبح ده هيبقى المحافظ اللي هو القائم بالأمر هيبتدي حدر هيبتدي للدولة فرص استثمارية الموجودة عندي إزاي تنمية الناس اللي موجودة إزاي الناس محتاجة تنمية هناك يعني الناس هتلاقي الكهرباء في بعض أماكن في الحز مثلا بتوصل حوالي ساعتين فقط لغير مدار اليوم في مشاكل في المياه فالدولة لو ههتمت بدا الدنيا هتختلف خالص يعني الأمور هتختلف تبقى الدافع الشخصي اللي بدفعك للاهتمام بالتنمية الشاملة في الوحاية يعني إيه اللي دفع الشخصي اللي بدفعك لذلك الوحاية البحرية يعني منطقة قوية جدا بمقاومتها أنا لما زرتها أكتر من مرة وشفتها وشفت سحر الجمال والمنطقة اللي هناك شفت صفاء البيئة الموجود شفت مقاومات غير محدودة المقاومات دي كلها خسارة صدقني خسارة إن إحنا ما نستثمرش فيها ونشتغل عليها فالدافع كان فكرة ويوجود الانتخابات البرلمانية وفكرة دافع إن لأ يا جماعة إحنا بندور على استثمار للبلد من دافع وعار يرجع للبلد طبعا مش مندور على حاجة شخصية ومنفعها شخصية طبعا واستثمار يا محمد بيه غير عادي استثمار هناك غير عادي الناس أجانب بيجوا من آخر الدنيا عشان الاستشفاء والسياحة العلاجية اللي موجودة هناك تخيل إحنا لو بعد أزمة كورونا أو اشتغلنا من دلوقتي وابتدينا نخطط صح زي فكرة العاصمة الإدارية ما لو اشتغلنا عليها واشتغلنا عليها صح وابتدينا سواء لها ده ده المقابل لها هنطلع إنتاج زراعي إنتاج حيواني إنتاج صناعي موجود هناك بسأل ده بدر يعني السؤال هنا هل التنمية الشاملة لها خطة ولها استراتيجية نقدر نحسبك على هذا يعني مثلا يعني إحنا ما نقولش تنمية الشاملة وخلاص يعني المواطن هنا عايز وعود صادقة يقدر يا حسيبني يعني مثلا بقوله التنمية الشاملة التنمية الشاملة دي وأنا بقوله المواطن أزبر جميل هو المواطن عايز يعرف خطة حضرتك أو خطة الدولة هي لحد سنة كام أو أنا أشوف التنمية الشاملة دي في سنة كام يعني ما تبقاش مفتوح عشان المواطن يقدر يتعاون يقدر يبقى عنده الحافز تمام وده فعلا دولة شغالة على خطة يعني شغالة دولة عشرين ثلاثين يعني او خمستاشر سنة يعني عشان المواطن يقدر ياخد المصدقية من الكيادة السياسية حقيقة الملفات كتيرة على طاولة الكيادة السياسية وربنا يكون فعور يعني الحملة قيل والتحديات كبيرة جدا زي ما انت شايف وراجل اعلامي ومطلع تمام احنا بنضيف على ليه تاني يعني في التنمية الشاملة سنرى في عشرين ثلاثين مثلا اكتفاس ذاتي في بعض المجالات اه طبعا ده بالتأكيد مثل ايه يعني فكرة انت دلوقتي من دلوقتي فكرة يعني في الصناعة مثلا يعني في الصناعة عشرين ثلاثين استطيع ان انا كطع غيار سيارات او اصنع سيارة والله من متوقع انا مادرش انا مش راجل متخصص في جزئية الصناعة دي قوي بس متوقع طبعا يكون فيه حاجات ان شاء الله بإذن الله في التصنيع في الفترة اللي جاية بس زي ما قلت لحضرتك هو دلوقتي اللي انا شايفه بقره المشهد ان فيه تحت البنية ان هو بيبتدي الشغل عليها بيبتدي ان شبكة الطرطة بقاقوية تمام ده احنا يعني انا عايز اقولك ان الطرق انا بحاجات الطرق احنا ده حاجة شايفينها بعناها بس يعني الحياة ليس الطرق يعني فيه بنادب عايز يأكل ويشرب وعايز دخل وعايز استثمار وعايز يشتغل وعايز يجاوز اولاده وكده فيعني الحياة ليس الطرق هي الطرق شيء مهم جدا ولكن هناك اشياء اخرى مثل البطالة مثل الزراعة مثل الصناعة مثل التجارة نعم في جزئة البطالة زي ما قلت الحقيق احنا محتاجين الانسان يطور من نفسه الشيء ان يبتدي الشغل نفسه عشان يواكب التغيير اللي بيحصل في البلد انا الوقتي هتطور ولكن برضو انا محتاج الدولة تسند ما انا مش هتطور كده بس طيب ما انا بقول لحك الدولة عليها اعباء غير عادية الدولة شغالة على ملفات كبيرة جدا الدولة بتسابق الزمن عشان تطلع قدام انا مفترض انا كمواطن اه طب انا دخلي او انا بشتغل موظف في حتة فلانية في مكان معين طيب ودخلي ثابت واموري ثابتة ليه ما ابتديش ان انا افكر اطور نفسي اطور نفسي بشغل انتي اطور نفسي اه في مجالات تانية اشوف ابداعي انا وتحدي انا جوه نفسي هيبعمل ازاي اقدر ان اكتشف طاقات جوه نفسي واخد مالحظة تبقى ايه تبقى غير عادية وفي حاجة تانية اه اه ان احيانا المواطن بيخلق مشكلة بنفسه هو بيكون المشكلة ما بيكونش سبب حل المشكلة بمعنى تصديره دايما للمشكلات لا انت تقدر تتحدى اي مشكلة وتقدر تتعامل معاها وتقدر تحلها بطريقة بداه بمسندة بمسندة وجهود الدولة اللي هي مبصولة تبقى لتنمية الشاملة تشمل قرية البطالة وتعمل على حلها وما هي الطرق التي تكون بها الدولة في حل مشكلة البطالة تمام اه اه هي الدولة بتوتيح المجال والمناخ اه وفرص العمل اللي بتبقى موجودة بس لازم نبقى فاهمين فكرة ان القوة العاملة بتاعت الزمان دي دي اختلف المفهوم انه عشان اطلع او خريج وهيروح في مؤسسة او اشتغل على تقول لا لازم يبقى مؤهل احيانا الخريجين دلوقتي محدش بزعل مني بتلاقي هنا لا ما عندوش الثقافة وما عندوش نقدر نقول مش طالع متأسس صح فبيواجه سوء العمل يعني دار الشارع يعني بالظبط فبتلاقي الدولة لا بتعمل مجالات وبتعمل مراكز بالتأهيل والتطوير زي ايه مراكز خاصة بالتأهيل والتطوير زي اللي قلنا مثلا في المجال الصناعي بتلاقي تحت مشروعات بتتدي ان تشغل عليه انت عايز مشروع ايه فيبتدي ان هو يطور منه حيرة فيه مثلا فيبتدي ان هو يدربه يبتدي ان فيه تكنولوجيا جديدة يبتدي اشتغلها فلازم استقافة المجتمع هتختلف في هذا الشأن انت حقيقة لو انت شفت في اي مجال هتلاقيه اختلف طيب بالنسبة للوظائف يعني فيش وظائف لمدة خمس سنين لا هو فيه وظائف وعايز اقول لها حق حاجة يعني بص على دول الخليج او اي دولة برا شوف انا ايه مقوماتي او ايه السي في بتاعي عشان يعني احنا عايزين بس نتحرر من هذا المفهوم محمد بي فكرة الوظيفة الجهزة ان انا بتخرج بطلع من الكليه او بطلع من المجال اللي انا فيه عشان انا خريج كليه طب فانا راح داخل طب على طبي قد يكون بالزبط قد يكون فيه مجالات تانية انت شوف دلوقتي الدولة لا فيه استثمار في الصح فيه استثمار في التعليم عايز اقول لها حاجة في التعليم اللي داخل مدرسة حكومية وفيه داخل مدرسة خاصة لا ده مستقبله افضل في المدرسة الخاصة يعني دايما كانت بفاسم مثلا بيتقال ان فتك الميري بيتمرمج في التروب لا احنا عايزين نتحرر من هذا المفهوم بحيث ان انا يبقى فيه اعداد جيد وانا بدرس فيه مجالات مختلفة يعني فكرة التعليم الفني كانت حاجة جميل لا كانت بعض الناس بتشوفها لا حاجة سيئة اليابان لم تتطور الا بالتعليم الفني يعني الله ينوح اليابان لم تتطور الا بالتعليم الفني بالضبط بالضبط ودول كتير اشوف المجتمع انتا بتقولي يابان وشوف الصين خليت نحلة شغالة شوف فكرة الأسر المنتجة بس محتاجة هنا ان الدولة والدولة شغالة في وزارة وزارة تضامن وشغالة برنامج فرصة مع دكتور عاطف الشبراء بسم الله ما شاء الله يعني شغالين في مجالة كويسة بس محتاجين احنا كلنا نركز على ده التميز المنتج اللي هتطلعه هتطلعه بشكل ازاي وبشكل محترم وبشكل جيد وبشكل يليق تمام طب هل التنمية الشاملة تعمل على تطوير المحليات يعني بتعمل على تطوير المحليات لأن المحليات فيها مشاكل كثيرة انا معيك المحليات فيها مشاكل كبيرة جدا تمام انا شايف انها هي عصب عصب الحياة واخد بالحياة وهي الجمع كل حاجة من مياة وكهرابة وعايز اقولك ان هيا الوزارة دي اللي متحملة كل حاجة يعني مشاكل هتلاقي كهربا قطعت هنقول التنمية المحلية ايوه ما هي فيها مشاكل هنقول التنمية المحلية غيره في مشاكل اللي واخد بقى عشان هيا الادارة اللي كلها تمام واسمعنا كتير اللي بيحصل في المحليات بس احنا يعني نتوقع نتوقع بازن الله ان في تغيير غير عادي يعني بالفترة اللي جاية لا فيه انا يعني فيه اهتمام الدولة دولة فيه اهتمام يا جماعة غير عادي يعني قانون التصارع في مخالفات البناء ده بيصح اوضاع وحاجات كوارث حصلت طول الفترة اللي فاتت فبتدي ان هو يعدل من هذا الشكل اللي حاصل ويبتدي ان هو يطوره يبتدي ان هو يغير منه انت شوف خريطة مصر شكل مصر تبايا اما يزيقى من انت صابه يعني شايف زي مزيقى لانه قابل عرضة كتير من النصريين انا ليه رأيي في قانون التصالح اني محتاجين الحيزة العمراني ده معنى محتاجين ان هو فيه كانت عامل الحيزة العمراني في 2017 تمام تمام وابتدأ القانون اللي بنا اشتغل عليه واحنا في 2020 يعني الكثير يقول لك محتاجين لماذا لم يطب تطبيق قانون التصالح الا بعد كورونا يعني فيه ازمة اقتصادية وفيه مشاكل اقتصادية ده هو التوقيت يا محمد بي عشان هو يعني خضع لمناقشات يعني الناس عايزين نوضح للناس يعني يعني القانون ده ان هو بيعود عليه بالاجابة اه طبعا انا اقول الحجم هو مش تأخر هو بس القانون لمصادر البرلمان وابتدأ ان هو وزارة الاسكان بتعمل معاه واللجنة المشكلة بقيادة مهندسة نفيسة محمود فبتتعامل مع الموضوع ابتدأت بيبقى فيه جلسات استماع وحوار انا عايز اقول الحجم هو لو بيظهر فيه مشكلة الدولة بتعالجها واحنا شفنا فيه تأجيلات فيه انه بخلينا نتكلم في المعنى اضحك هل البعض يقول ان ده كان في توقيت كورونا يعني كان فيه مفيش عمل وازمة اقتصادية فبقولك يعني التوقيت كان سيء للغاية بس احنا عايزين نكتاز نكتاز حاجات سيئة موجودة نكتاز شكل غير محبب لنا كلنا احنا تقول حاجة لو روحت اكيد حاجة بتروح اماكن مختلفة في القاهرة وبرا القاهرة وغيره الاطراف القاهرة شوف الشكل عامل ازاي يعني هتلاقي بيت على الاطراف موجود هتلاقي اماكن ابتدت انها تعمل تجمعات سكنية هل ده طب انا عايز اوصله خدمات هوصله خدمات ازاي فلازم الشكل نفسه تشوف شكل الدولة بتغير ازاي فلازم الشكل نفسه انه بتدي لأ عشان التغير اللي بيحصل في البلد او ماشي اهو ازمة كورونا تمام احنا كنا منتظرين يعني نأجل بس ماشي بس خطة البلد ما احنا بتقول خطة عشرين تلاتين طب فيه سؤال برضو هل الهادمي سيعود الارض زراعيه مرة اخرى يعني مثلا احنا بنهدم لواحد الاه هل الهادمي سيعود الارض زراعيه مرة اخرى لأ من اقولت لحضرتك لو ودتني بس الفرصة انا اقولت حياتي الحيز ولو عمره كان مهم جدا انا كان رأيي ورأيي شخصي من خلال متابعة قانون اتصالة في مخالفات البناء اني لازم التصوير الجوي اللي كان في 2017 يبقى فيه تصوير جوي قريب يلملك كل التشوهات اللي موجودة عشان ما ابتديش خلاص اللي دخل زي ما حد بتقول اللي حصل حصل فابتدي اني روح دخل الحيز يعني هل الهادمي مش هيرجع لقد زراعيه مرة اخر يعني عجبه ماديا خالص بس وفيه نقطة كمان مهمة محمد احتياجات المواطن مهمة جدا بمعنى اني ثقافة الناس ويمكن سيدة الرئيس كلم فيها ان كل حد موجود او في قرية محتاج ان يبنسكن جنبه فانا بشوف ان هو لأ احنا محتاجين قدر الامكان نلبي هذه الرغبة بشكل معين لكي فتك الحياة زمان كان موضوع تقسيم الاراضي اللي بيبقى موجود كان في اي مكان قرية او مدينة كان بيبقى فيه حاجة اسمها تقسيمات بييجي مثلا ارض خلاص اصبحت على حدود اطراف المدينة فابتدي ان نعمل لها تقسيم تقسيم بشوالع بمخطط في فترة من الفترات ما كانش ده موجود عشوائي عشان اصبح فيه تربح وصمصرة وغير وغير وتجارة اراضي اللي احنا شفناها اللي بتلت انها تقف كل اللي بيحصل ده لو احنا قعدنا فكرة تقسيم بشكل تاني هتختلف ارجع لكلام تاني وقول حيز العمراني لو احنا عملنا حيز العمراني وضيفنا كل ده عشان ما نرجعش نقول اه ما خلاص ما خلاص الارض هتنفع تتزارع تاني اعتقد والخبراء الزعين اقدر مني لأ هتبقى صعبة فنبتدي ان اضم باعتبرني فيه ناس واجالة تانية وخلاص قانون البناء المواحدة هتطبع طب بتنصح الناس اللي بتبني على رجل الزراعية تنصحها بيه يعني فيه البعض يقولك انا والله يبني لان ما عنده الزكة طب تنصحه بيه يعني كيف يمكن حل نزيل مشكلة طيب هو رغبته تحترم ان هو محتاج مكان يبني مثلا اولاد اولي نفسه بس الفكرة يا محمد بيل يعني مش طول الوقت الدولة عطار دخل الرغبات المطمة انا عندي بيت دلوقتي موجود تمام تمام في وسط الكتلة السكنية في القرية بطلع على الاطراف بابني طب ايه الحكمة لأ اصل سعر الارض برا وده بلاش في وقت كان فيه غياب دولة فبتدي انها ابني طب بنت بيت اروح باني لابني جانبه بيت لأ طب ده بيضغط على مقدرات الدولة محتاجة وصله مياه محتاجة وصله كهربا فاحنا هنا ثقافة المواطن محتاجة شوية انها دولة المواطنين برضو المفروض يبقى يعني مع دور الدولة المحليات هنا لو قوية ويمكن الكلام ده تكلمنا فيه ان لازم ترفع الامر زي ما نتكلم في قضية الوحيات البحرية احنا نرفع للمسؤولين واحنا لو الدولة حسد والدولة بتدرس وعرفة بالاحتياج هنا هتبتدي انها بضمن لا تحط اولويات الملعفات كتيرة اولويات الدولة فنبتدي هنا لا نقول يا جماعة المحليات انا حدة الارض دي انا محتاج ان انا اعمل لها تأسين ويا جماعة ابنه في المكان ده محدش فضل حضرتك من اللي يقول كده فان دي ما مفترض المحليات لذلك انا كلمتك عن التنمية الشاملة لابد ان تشمل محلياتها بقوة لان لو المحليات كانت شغلة بقوة لم يحدث ذلك محمد بيه ما تنساش ان فيه مراث سقيل يعني احنا بقى انا كام سنة عشان كنا نعمل طريق او غيره مراث سقيل موجود في الدولة المصرية فالدولة انها بتطور عشان تعالج ده عشان تصحح التشوهات اللي حصلت فيه نسباني في 2017 و2018 يعني كان فيه ندور المحليات في التوقيت ده يعني كنا في استقرار يعني الدور الرقابي كان سيء للغاية طيب ده ممكن نرجع بقى للناس اللي كانوا موجودين السياسيين نرجع للمحليات انه هم ازاي عدوا انا كلامك صحيح فعلا ازاي انه هم ادروا ولكن المحليات برضو تحاسب طبعا طبعا محتاجة شيء من المحاسبة المحليات واحنا شفنا اعتقد يعني والدولة شغالة عليه محاسبات للناس اللي سامحت او تراخت او عملت محاضر بشكل وما اتخذت فيها اي اجراءات ولو في كان قوة من وقتها انا معك فيها الصارمة ما كانش هيبقى انا بسميه يعني تفشي مرض خبيث يعني هو بشكل ليه اصبح ان انا في اي مكان الصبح اطلع ابني يعني انا في مكان معين في الصعيد في القرية اعرفها تحديدا في اي حتة تختارها محليات بتقوم راهد مغاو عمللو محضر انا عايز اقول لحضر في حاجة تحصل خطيرة جدا اللي هي اللي هي يعني كان في فترة من فترات عشان ده مراس بقولت ساعتك ساقيل بقاله سنين طويلة كان ييجي مثلا في ميزانية للواحدة المحلية في مكان معين فييجي الواحدة المحلية تقول لها انا هعمل طريق في المكان ده فيتم انشاء الطريق الطريق يحتاج ايه؟ يحتاج كهرباء تمام؟ فيتم توجيهه طب التوجهت وليه في الطريق ده؟ عشان فيه ارض في المكان ده فيبتدي الناس يوجه رقبات الناس تعمل ايه؟ تبني على الحتة دي تشوف حظيتك انا بدل ما روح هنمي انا بدرب التنمية مقتل يعني بدل ما نمي وعمل طريق وباستخدم الميزانية في اتجاهات لو هتبدأ يعني طبعا وبرايز بول هنحاسب بس حساب كبير ما هنبالحك لها محمد بياناشفق ان الميراث سقيل وكبير جدا وبقاله سنين فالدولة قدامها عايزة تزبق الزمن تطلع لقدام تمام رغم انها شايل عب كبير جدا فعايزة تطلع لقدام اه بتعالج ده ورغم انها ليه هدف انت بتشوف الدولة تمام المواطن على دور وبرضه الاجهزة الرقبية والاجهزة على دور احييك احييك ان المواطن فعلا عليه دور على دور بس دور من يرمش كله على المواطن يعني الدور مش كله على المواطن نسبة وتناسب نسبة وتناسب بس المواطن ما يكونش سبب المشكلة يعني ما يكونش انا عندي أنا شخصيا او عند ساعتك ماللي يخرج على القانون يتحاسي انت بقى كدور اهبي حاسبني لكن انت بتسيبني سنوات بتك تحاسبني بعد هذه السنوات ما تحاسبني في وقتها عشان هذا القانون يكون راضع والاخرين يخافوا تمام يعني لو كان هو اللي ببني بتهدي على طول كنت أنا بقى خفبني ده تهدي لكن أنا بسيبه وبقى أنا خمس ست سنين سبع سنين بقى عمله المحضر ويروح المحكمة والمحكمة تولي ثلاث سنين أربع سنين طيب لما ده كانت اللغة السائدة فترة من فترات وباجي أن أنا أغير في المفهوم وبتدي أن أصح المصار هل ده أنا أولام عليه ولا ده حاجة تشكر الدولة أنها اتجه لأزال التجاه وبتوفر الفرص طيب شو حاجة شوف الأقلنات وزارة الإسكان في إتاحة الوحدات السكانية عاملة زي في إتاحة فرص سكن ملائم تمام بس ده من يعني إمتى الدولة في سنة 2018 لا وقابلها فندم من زمان الدولة الدولة من 2013-2014 بدأت بس يعني في إتاحة بس شوف أنت فندم أنت عندك كم يعني عندك حوالي أكثر من 100 مليون يعني كم دولة جوا الدولة بس هل حطها خلي نفسك مكان الرجل صنع القرار هل هزيل عقرار لجمال فئات ما هي برضو أكيد لها ليحة يعني مثلا موظفين الكلام من ده مش لكل الفئات مش كل الناس موظفين طيب وإنت فتحت نقطة تانية طيب هل إنها بتروح ده أحيانا في بعض الفترات من دولة عاملة ضبطية قضائية عشان تحارب لا بتوجه يعني الإسكان الاجتماعي هتلاقي بعض ناس قديموا بأسامي ناس عشان يخضوها عشان يتربحوا عشان يتربحوا عشان يتربحوا أنا بسامية تربح عشان ياخد حقك أنت كمواطن أنت لو قطيحت لك الفرصة هتاخدها هتسكن في الشقة هتبقى ملأمة وريبة لسكنك بس ساعات يعني ينزل حاجات مثلا يقولك هذه للفئات المحاسبية أو فئة الدكاتر أو المهندسيين فمش كل الناس مهندسيين ولا كل الناس محاسبية يعني هل هي الجميع الفئات هل الدولة طارد لكل الفئات أم لفئات بعينها لجميع الفئات الفئات بس بترتبط بالدخل بمعنى أن الدولة تحت إسكان اجتماعي وفي إسكان متوسط وفي إسكان فاخد تحت المتوسط نعم فاندب بزرق الإسكان الاجتماعي لعيبي أه طيق وفي الدولة بتقدمها من زي ما على فكرة يعني الأولى بالرعاية وغيره الدولة بتقدمها من زي ما هل نوضح المشاهد أطبع أن الأولى بالرعاية يعني ايه تستفيد من هذا أطبع أن الأولى بالرعاية كان في ناس كتيرا مش عارفة وليهم ظروف خاصة كان بيقدم زي ما دلوقتي الخمسة في المية موجود بيوتاح لهم فرصة أنه يقدم تمام خلال بما يناسب دخله فأوريزة ده موجودة أنا مش بتكلم على سكان المدن بتكلم على القرى القرى هي الأزمة هتلاقيها أكبر في أماكن القرى أو الأماكن اللي بتخلق فيها عشوائيات أو أماكن هنسميها أماكن أماكن شعبية دي اللي بتبقى دي مشكلة أنه بتبقى فيه أراضي هتلاقي في فيصل وهتلاقي في غيره في أماكن في المحافظات كلها بيبتدين قطعة أرض ده اللي أولت حكى عليه لو أنا هنا المحليات موجودة وموجودة بالقوة هتخلق تأسيم هتعمل تأسيم إنها شوارع شوارع عشرة متر أو اتناشرة متر أو تأسيم وكان بيحصل يعني من أهم حاجة الخطة للإستراتيجية لتنمج شاملة أهم حاجة تتامل بها المحليات لأن لو صلحت المحليات صلحت الدول لو فسدت المحليات فسدت الدول أنا معك يعني دي من أهم الأشياء طيب نقول إيه في المواطن اللي هو بيحاول إن هو يصل لهدفه بأي كيفية وبأي سبيل يعني المواطن دلوقتي بيحاول يعني هنقول إحنا قال دلوقتي الدولة منع البناء ما بتلاقيش محاولات إنها من الناس إنها بتروح بتلاقي هل إن أنا كمواطن أقول إن الدولة وأشوف فرصتي فين كسكن اللي أنا محتاجه ولا أنا بفرض إرطي على الدولة ما لازم برضو يا محمد بي إحنا نواجه 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 أنفسنا شوية ونحاول إن إحنا نغير مش مشكلة من ثقفتنا ما إحنا الدولة هادمة البناء ونجهز الرقابة يعني نرد ده أنا هادمة بنيت لو تهديت إنت هتخافتيني لأ أنا عايز أجيب المفهوم بقبعي لعنديه خالص أنا لو ألتزمت أنا كمواطن إيجابي والتزم الالتزام في إطار الدولة مش هعمل المخالفة واعمل العشوية هبقى حريص ناس عايشة في أبراج عايشة في أماكن فعلة بفوق بعضيها هل ده يا لق وبيضغط على الدولة هل دي يعيش يا محمد دي والأماكن المدن مفتوح المدن جدا مفتوح وكتير ووصلات موجودة ومتاحة ليه أنا بضغط باجي في مكان وبضغط على الدولة وبضغط على موارد الدولة وبضغط على إمكانية الدولة وإصرار غريب إن أنا لأ أنا هقعد في المكان ده اتفرق بقى شوف مثلا الطريق الدائري واللي حصل مثلا فيه لما تواجه الدولة وتبتدي تنظم ده مفترض إن أنا بتكلم هنا في دول المواطن دول المواطن إنه هو محتاج عيشة حياة كريمة حياة لائقة هو من نفسه مفترض إنه هو يكون يسعى لهذا الهدف تمام وإن إحنا برضه وإن إحنا برضه ننفذ الكورون برادة يعني مثلا إذا كان هناك كل الإجابية هل المجتمع كله إيجابي؟ طبعا لا هل المجتمع كله مصقف أو متحضر أو متعلم؟ أو بعرفه أو بعمل إيه؟ لا يبقى إذن إنا يجب علي إن أنا آه أنفذ القانون في التوقيت في حالا يعني واحد بنا أهده عشان يبقى يكون عبرة للآخرين لأ أنا معاك مع قوة تطبيق القانون طبعا ومع الالتزام المواطن بتطبيق القانون ومع قوة الأجهزة اللي موجودة إنها تطبق القانون بالالتزام برضو هلاقي برضو فيها حالات فيها مشاكل محتاجة شيء من الرقفة ليه أحيان بتأخذ ده ويسوق ليه بشكل واخد بلك غير لائق إنما روح القانون إنت حضرتك بتتكلم عن روح القانون بس مش عايزي عميما عشان ما تبقاش يعني كله باي يقول لك روح القانون وهكي هنا دور لفت انتباهي لحاجة مهمة جدا دور الرقابة لو الرقابة موجودة قبل ما يحط طوبة قبل ما هيعمل بزرق لا أنا على طول هابلغ هتتصل هتتصل بالشرطة المحلية تهجم الشرطة هتسمي المشكلة تتبقى وتبقى مشاكل وتبقى مشكلة لكن أنا سيبت كبيرة إنما أنا سيبتو الله محاول أنا هاباني زي الدور دا قولي شمعين أنت وانتشر وامتد بشكل واخد بلغ غير إغلاق ونرجع بشكل مشكلة انزل أي مكان شعبي هتلاقي كارس من الكارس هتلاقي التكاتيك وهتلاقي هل ده اللي أنا عايز أقوله الحقيقة هل ده شكل حياة الناس تستمتع بها ده اللي أنا بأتكلم المواطن آه طبعا آه لازم بيبقى فيه التزام والقانون بس أبتكلم المواطن هل ده الحياة أنت اللي أنت تعبت وبتجدح عشان تعيش في هذا الشكل هل هذا الشكل هو الشكل اللي أنت تعيش فيه هل ده الحياة المناسبة اللي أنت تبقى موجود فيها ولا أنا محتاجة أن أفكر آه أنا حدود عشان إمكانياتي لا فيه بإمكانياتك والله فيه في حدود إمكانياتك أنك تاخد حاجة مناسبة بشكل مناسب ده اللي أنا عايز أوصله لأنه برضو المواطن مهم جدا مع تطبيق القانون بشكل حسب تمام مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود إليكم مشاهدين الكرام عدنا إليكم مرة أخرى معنا الآلام والباحث ونائب رئيس مجلس جامعة التنمية الدار مص محمود عبد الحكم الببلاو شايف إزاي انتخابات البرلمانية اللي إنت كنت فيها بتقيم تجريبتك إزاي 20-20 يعني شايفها إزاي أنا هقيم كتجربة شخصية أنا دخلت المرسل الانتخابي وجدت الفرصة من أهل الكرام في دار مصر اللي هم أصروا في ظل وجود إن إحنا عاملين مجموعة مجموعة عمل وكيان بنبتدي نشتغل على حدايا أكتوبر وعلى أكتوبر بحيث أي مشكلة بنبتدي بفلسفة مختلفة نتعامل معها برغم إن كان فيه وجود نواب بس بفضل الله بفضل مجموعة محترمة منهم الشار ماهر بنصر والأستاذ جرم سقرب إحنا بنساميه المقاتل ومجموعة مختلفة والعميد كريم وناس كتيرها مش عايز يعني أنسى أسماء والأستاذ محمد حجر كان مسك الحملة معنا ابتدت المجموعة دي وناس كتيرة جدا إن هما يصروا إن إحنا ندخل انتخابات البرلمانية من واقع عشرين عشرين من واقع تجربتنا على الأرض إن إحنا كنا كقوة وكقوة ضاغطة بنقدر على نضغط على المسؤول في بعض احتاجاتنا الموجودة أنت حكاك مصالح الشيء بالضب مصالحنا كلنا برغم أن أعايز أقول لك إن إحنا كنا في وقت يعني أعايز أقول لك إن بعض النواب ما بيستجبوش وبعض النواب هو بيمل من قضيتك يا محمد بي إن إنت بتطلب مرة والتانية فهو عنده ملفات كتيرة وابتدي خلاص مش حالف يتعامل بس هو أنتخب من أجل الشعب بالضبط بالضبط ودوره طبعا طبعا وأنا عايز أقول لك ساعتك إنه هو دوره كرقابي أنا شايف إنه هو مفقود يعني دور النائب بإضافة إنه هو دوره تشريعي ودور خدمي لا ينفصل عن دوره عشان جيف وقت قالك لا ودوره تشريعي لا إنت كنائب إنت دورك تشريعي ورقابي وخدمي طبعا عشان احتاجات الناس طبعا شايف حاجة عايزة تطور طبعا شايف مبطرة محتاجة طبعا الدولة هتعرف يعني الدولة عندها هتشوف وإنت أصلا الناس انتخبوك لك عشان هذا انت تشوف كل الحياة دي إنت بتمثل زي ساعتك ما طالب من هذا المنبر إنت بتمثل القناة اللي انت طالب منها وبتمثل ساس البرنامج بالجيش الجراري اللي موجود في الستوديو فحيك هو الوجهة اللي موجودة اللي بيموسل الناس كلها فمفترض انه يلبي احتاجات الناس ويخدم الناس سواء برضو كانت مصالح ناس مصالحها عامة أو حتى مصلحته الشخصية أو انه هو يبتدي انه يشتغل على المكان وينميه زي ما كنا بنتكلم في القائصات على التنمية الشاملة لا يعني احنا عندنا في اكتوبر لا مجتمع متكامل سكني وعمراني صناعي مجتمع متكامل اقدر من خلاله اطيح فرص عمل كتيرة وغير محدودة لابناء الدائرة اللي موجودين خلينا نرجع لفكرة احنا خدنا انتخابات البرلمانية اللي انا الحمد لله انا شايف انك حاولا انا شايف انك حاولا انا انا امارست حقي كمرشح ان انا انزل بموايدة انا مش عايز اقولك يعني عادية جدا من غير العادي يعني كانت بس كان فيه ارادة ارادة الناس ان احنا ننزل فيه وقت كان احنا وقتنا مشتغلنا في الحملة وقت قصير ما كانش وقت كبير بس بفضل الله ده اللي انا عايز اقول ان الارادة طالما ان فيه ارادة من الناس وفكرة انك لا فكرة انك حققت ده مع الناس فكرة ان خليت الناس في بعض الناس ما كانش بتنزل دخلات وبعض الناس انفعلت بالمرشح ونزلت وذقت ان هو المرشح يطلع من الناس وزميل المرشحين برضو نفس اعتقد نفس الفكرة ان هو لأ انا طلع مرشح فانا عايز اقولك انا عشت اجواء وتجربة نديدة عادية وزرنا الاكتوبر كلها باماكنها بالوحاة البحرية بالحير الالتنشر بالحير السيدس بابن بيتك ورصدنا بعض عايز اقولك اراء من الناس ومشكلات ميلها مثلا احنا محتاجين منطقة صناعية في حدايق اكتوبر لان حدايق اكتوبر لان حدايق اكتوبر لست بادئة يعني طبعا 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 محتاجها تطور كبير وانا اراهن على حدايق اكتوبر انها مش هتقل عن الشيخ زيت تلو شفت موقعها الاستراتيجي الحدايق اكتوبر انا ساكن فيها شخصية بالزبط يعني اراهن من السن الكابيتال استثمارات الدولة في الطرق ربع من المتحف الكبير وانتظر ما بديك سابق دلوقتي اهو انتظر ان فيه حدث مهم جدا مراسون هيبقى كبير جدا من الاحرامات جاي فيه متحدي اعاقة من لبنان تمام وجاي المراسون ده يعني دخل فيه منظمات دولية وهيبقى برضو مع الاحتفال بيوم العالمي المتحدي الاعاقة شفت مكانه يبقى فين المتحف الكبير جنبك عند حدايا اكتوبر دخل المميزات دي كلها والموقع الاستراتيجي هيعود ازاي على مدينة حدايا اكتوبر كلها اه طبعا 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 حجم استثمارات غير عادية موجودة شايف ازاي الدور نائب المجلس كحركة وصل بين الشعب وصنع القرار على وهو الحكومة طيب هو لازم يبقى يعني ابن الشارع لازم يكون موجود مع تيس يعني مش قاعد في المكتب المكيف لا لازم ينزل وفي مشاهدات ويقعد مع الناس ويشوف يحتياجات الناس ايه ويشوف يبقى عنده نظرة مستقبلية لقدام لتنمية المكان اللي هو موجود فيه نبتلي فيه مبادرات عنده فيه شغل موجود عنده ان هو يقدر يحققه ليه الدولة الوحدة يا محمد بيمشي تغير تشتغل لا وانا كنا في الانتخابات قلت فيه تلات حاجات احنا يقدر نشتغل عليهم دولة دورة اساسي اها موجود احتقام للحاجات طرق وغير وصرف ومية والحاجات البنية التحتية دور المؤسسات اللي موجودة التنمية اللي موجودة ما يزرعها من أزروح الدولة اللي موجودة بتشتغل في خدمة الدولة وفي أفكار الدولة الحاجة التالتة الرجال الأعمال فين رجال أعمال من الاستثمار الموجود دورهم فين ان هما دورهم ان هما يبتدوا يناموا بعض المناطق ويشيلوا عب عن الدولة فلو اشتغل النائب بهذا المفهوم الدنيا هتختلف بصدقني بشكل كبير جدا تبقى الرسالة اللي اتوجهها للشعب المصري انه يقتنى بالتنمية الشاملة ويعني يقويها ويقف وراها دافع له يعني ايه الرسالة ايه الرسالة رسالتك نمي نفسك ابدأ بنفسك وابتدي يشتغل على نفسك كويس ابتدي يشوف المقاومات والامكانات اللي جواك انك انت ممكن تطور يعني انا عايز اقولك اني على السوشيال ميديا شوفي ازاي اني في شباب وفي ناس اكتشفوا نفسهم وبدأوا حياتهم بشكل مختلف ابتدوا يحققوا استثمارات ابتدوا يحققوا عواجل لا تتخيلها لا تتخيلها ليه احنا كده الفلسفة دي ما تبقاش موجودة عندنا كل مواطن يبدأ بنفسه يبتدي يشتغل على نفسه يبتدي يشوف ايه عناصر القوة وعناصر الضعف اشتغل عناصر الضعفات اللي القوية تمام وعناصر القوة ازود منها لو كل مواطن فكر ونطلع من الثقافة بتاعتنا كمجتمع شغال على السوشيال ميديا الله ينور ويصدر حاجات سلبية لا اشتغل على مواطن القوة هتقول لي لا لا انا شايف انك فيه كسل لو احنا تخلينا من شوية الكسل وشوية الاكتئاب اللي عندنا وتفقنا وشفنا الحياة انا مش بقى اختلحها وردية لا شفنا الحياة انه فيه امل جاي جديد وشفنا فيه تغير وابدأ بنفسي في هذا التغير اه عشان كورونا والازمة اللي حصلت طب اوكي ده اختبار صعب احنا لازم نشتغل عليه ولازم نكتازه ولا هنقف البلد مش هتقف يبقى لازم انا بالتالي اشتغل على نفسي ودي فرصة جيدة ان انا اشتغل على نفسي تمام مشكرك جدا انسالة الاعلام مشاهدينا الكرام انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج السابعة مساء دمتم بخير